أخبار من الحدث السعودية تؤكد أن مبادرتها للسلام في اليمن تأتي حرصاً على استقراره وأمن شعبه وتجدد رفضها للتدخلات الإيرانية في المنطقة سكان صنعاء وعدن وتعز يرحبون بالمبادرة السعودية ويدعون الأمم المتحدة لإلزام ميليشيا الحوثي بالقبول بها في تصريحات للحدث الخارجية الأمريكية تؤكد مواصلة الضغط على الحوثي وتحذر من تفاقم الصراع بسبب التدخلات الإيرانية بحسب نيويورك تايمز مطلق النار في كولورادو مهاجر سوري كان على ردار FBI في السابق أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث قال مجلس الوزراء السعودي أن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمنه واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه المجلس شدد على رفضه التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة كما أكد مجلس الوزراء السعودي على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها من الهجمات الحوثية الممنهجة المجلس جدد تأكيد على أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما أمن واستقرار اندادات الطاقة والاقتصاد العالميين رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيريش بالمبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل يتماشى مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتين جريفث ومبادرة الأمم المتحدة من أجل تأمين وقف إطلاق النار على المستوى الوطني وإعادة فتح مطار صنعاء أمام المدنيين والملاحة الجوية والسماح بدخول مزيد من الوقود والسلع إلى ميناء الحديدة إضافة للسئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع في اليمن بدوره طالب جتيريش اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما في المبادرة بحسنية دون شروط مسبقة مشددا على أن احتياجات الشعب اليمني يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى ترجمة نانسي قنقر من صنعاء إلى تعز والحديدة وعدن عبر اليمنيون عن تفاؤلهم بالمبادرة التي أطلقتها السعودية لوقف إطلاق النار وأبدأ محادثات السلام لإنهاء الحرب في اليمن إلا أنهم طالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي للاستجابة للمبادرة السعودية فأعتقد هذه بشرة خيري إن شاء الله مع عبد المجهر رمضان نتمنى أن تتوقف في أسرع وقت ممكن فأملنا الوحيد أن يكون هناك في طاولة حوار بين جميع الأطراف السياسية بين التحالف وتكون في مصداقية من جميع الأطراف السياسية من أطراف المعنية بهذا الحرب فهذا خبر سار جدا 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 رسالتنا ورسالتي بالتحديد رسالة كل يمني في هذا الشارع أن تنتهي هذه الحارف أن ينتهي هذا الألم أن تنتهي هذه الدماء التي تراقى الأرض نحلم بالسلام نحلم بالأمن إلى كل العالم أن تعووا أن تسمعوا رسالتنا استقبل الشارع اليمني المبادرة السعودية بنوع من التوقف والأمل في نفس الوقت التوقف نتيجة أن الميليشيات الحوثية ترفض أي مبادرة للسلام وإحلال السلام هي مبادرة فيها الحكمة وفيها مخرج لكل اليمنيين وعلى اليمنيين شعبياً وقماهرياً تأييد هذه المبادرة وعلى المجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة حماية هذه المبادرة والأخذ بهذه المبادرة كملجأاً ومخرجاً لليمنيين من هذه الحرب المظلومة نحن على يقين وعلى قناعة تامة أن الأمر والقرارات من حيث الموافقة على أي مبادرة سواء كان من دول التحالف أو من دول أوروبية وغيرها القرار لا تملكه الجماعة الحوثية ولا بيدها أن تصدر أي موافقة أو رفض كل ذلك يأتي عبر طهران هي طوق نقاح لإخراج اليمنيين من مرحلة الاحتراب المستمر نحن نعرف طبيعة هذه الجماعة جماعة الحوثي بأن مسبقاً كنا نعرف أنها ستعلن الرفض لأنها لا تبحث إلا عن الحروب لا يوجد في اعتقادي لا يوجد يمنيين يرفض هذه المبادرة كل الشعب اليمني يريد السلام ما يعانيها اليمنيون هو أن هذه الجماعة التي تحارب وانقلبت على التوافقات اليمنية ليس في رأسها أو في تفكيرها السلام المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفث أكدت للحدث أن بلادها ستواصل مفاوضاتها مع الحلفاء حول الوضع في اليمن أشارت إلى أن واشنطن لن تتراجع عن الضغط على الحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن والسهداف المدنيين في السعودية تواصل ولاية المتحدة المفاوضات والمشاورات الدبلوماسية مع حلفائنا لن نتراجع عن ممارسة الضغط على الطرف الحوثي فنحن نعمل مع شركائنا في المنطقة بالإضافة للأمم المتحدة لممارسة الضغط على الحوثيين لإنهاء هذه الحرب واحد من استحداث المدنيين سواء كان في اليمن أو المملكة العربية السعودية قال تقرير أو كما أشرت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين ريفث أن التدخلات الإيرانية السلبية لا تفاقم الأزمة اليمنية فقط بل والعديد من الدول في المنطقة أيضا لا يخفى لأحد أن التدخل الإيراني في المنطقة يفاقم الأزمات هناك سواء مكان في اليمن أو غيرها من الدول فأولاية المتحدة أولاية المتحدة تعرف أنه هذا هي التدخل سلبي فنحن نعمل على الملف الإيراني والملف اليمني على حد سواء لكن يمكننا القيام بأدة تمر في وقت واحد والأمرين مختلفين لدينا مبؤوذ خاص لتركيز على الملف الإيراني ولدينا سيد لندركين لتركيز على الملف اليمني اللعكبر عليك كبير من هو وست لب مستنى زهين الله لأغفر مستنى زهين الله لأغفر قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المهاجر السوري أحمد العيسى مطلق النار داخل محل بقالة بولاية كولورادو كان معروفا سابقا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي التقرير أوضح أن سبب معرفة مكتب التحقيقات الفيدرالي بالعيسى هو أنه كان على صلة بشخص آخر يخضع للتحقيق من قبل المكتب كما أضاف تقرير نيويورك تايمز أن العيسى اشترى مسدسا نصف أوتوماتيكي قبل نحو أسبوع من هجومه على محل البقالة بكولورادو وأشار التقرير إلى أنه لم يؤكد بعد ما إذا كان هو ذات السلاح الذي استخدمه العيسى بالهجوم أم لا علن البيت الأبيض انطلاق الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد في إبريل المقبل الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والعراقيين من المقرر أن تركز على تأكيد أن وجود قوات التحالف في العراق للتدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية حتى لا يعيد تنظيم داعش تجميع صفوفه كما يتضمن جدول الأعمال المحادثات وملف وجود القوات الأمريكية في العراق وتصرفات الميليشيات خارج سلطة الدولة إضافة إلى الأزمة الاقتصادية في العراق قرارت المفوضية العوية للانتخابات في العراق إلغاء إجراء الانتخابات الخارج لأسباب فنية وصحية أكثر من مليون صوت تقريبا استبعدت من المشاركة في الانتخابات المبكرة لأسباب فنية ولوجستية وأخرى تتعلق بكورونا بقرار من مفوضية الانتخابات العراقية مفوضية قررت عدم إجراء انتخابات الخارج وذلك لأسباب فنية ومالية ومعوقات فنية ومالية وقانونية والصحية أيضا أهمها أنه إكمال عملية التسجيل الناخبي ناخبي الخارج تحتاج إلى 160 يوم في الظروف المثالية بينما المتبقي هو 40 يوم فقط كما اعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة لهذه الدورة رغم الاعتراضات سياسيا وشعبيا حول عدم إجراء انتخابات الخارج إلا أن الاعتراضات والشكوك والاتهامات المتبادلة بالتزوير التي رافقت انتخابات الخارج خلال 2018 أدت إلى اتخاذ هذا القرار لتلافي ذلك من قبل القوى السياسية كما أكدت ذلك المتحدثة باسم ائتلاف النصر أحد أسباب اللغض كان هو تصويت الخارج لذلك اعتقد بأن هذا التصويت ممكن أن يقلل التزوير الذي حصل في انتخابات 2018 هذا جانب الجانب الآخر اليوم هناك بعض التداعيات التي تقول بأنه قد يتم حرمان طبقا من المواطنين في الخارج من الإدلاب بأصواتهم من أجل الاختيار نحن اليوم هناك بعض الدول الموجودة عدد الجانب بها قليل جدا فمن استطيع اليوم أن يكون هناك نوع من الاستثناء لدولة على دولة أخرى في أول رد فعل لهم على هذا القرار وصف عراقي المهجر أن ما جرى هو إلغاء لواحد من أهم حقوقهم في اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل وأكدوا أن من واجب الحكومة والمفوضية ضمان هذا الحق بدل إلغائه إلغاء اقتراع الخارجي ربما يفتح الباب على تعديلات جديدة تشمل قانون الانتخابات وتوقيت إجرائها يضاف إلى ذلك كله عدم اختيار أعضاء جدد للمحكمة الاتحادية التي ستصادق على نتائج هذه الانتخابات سامن ركوبيسي الحدث بغداد تماظي نشر مشاهدينا إلى اللقاء اشتركوا في القناة التحرير اتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات إيرانية في دير الزور بسوريا إلى 57 قتيلا بالأسف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية على رأسها حزب الله عمل على إثارة الطائفية لأي مدى هذا الموضوع خطير في مستقبليا إن انتجارا هز منطقة الميادين الواقعة بريك دير الزور الشرقية مسألة الإنسانية اليوم تفرض ذاتها وهو أعنف الفجار يضرب عفرين بباية العام الجيس بقتل 12 شخصا أحدهما في مدينة عزاز بريكة عشرات الخيام لمخيم كفر عروك للنزكين في إدلب الشمال السوري لا بد شي منها الدنيا منها بس نرجع بيوتنا إن إيران ما زالت تواصل عمليات التجديد لصالحها في سوريا حشرات الآلاف من المعتقلين يواجهون مصيرا مجهولا ضمن معتقلات النظام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن شعبه وتجدد رفضها للتدخلات الإيرانية في المنطقة في تصريحات للحدث الخارجية الأمريكية تؤكد مواصلة الضغط على الحوثي وتحذر من تفاق الصراع بسبب التدخلات الإيرانية فرنسا تعلن فتح سفارتها في ليبيا الاثنين المقبل ومشاورات مصرية ليبية قبيل الإعلان عن فتح السفارة المصرية البيت الأبيض يعلن إطلاق جولة جديدة للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في إبريل المقبل أهلا بكم مشاهدين من جديد قال مجلس الوزراء السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تأتي استمرارا لحرص المملكة على أمنه واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه المجلس شدد على رفض تام للتدخلات الإيرانية في المنطقة كما أكد مجلس الوزراء السعودي على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها من الهجمات الحوثية الممنهجة المجلس جدد التأكيد على أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما أمن واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالميين رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش بالمبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل يتماشى مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مورتين جريفث ومبادرة الأمم المتحدة من أجل تأمين وقف إطلاق النار على المستوى الوطني وإعادة فتح مطار صنعاء أمام المدنيين والملاحة الجوية وسمح بدخول مزيد من الوقود والسلع إلى ميناء الحديدة إضافة لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع في اليمن بدوره طالب جوتيريش اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما في المبادرة بحسنية دون شروط مسبقة مشددا على أن احتياجات الشعب اليمنى يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى ترجمة نانسي قنقر المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفث أكدت للحدث أن بلادها ستواصل مفاوضاتها مع الحلفاء حول الوضع في اليمن أشارت إلى أن واشنطن لن تتراجع عن الضغط على الحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن واستهداف المدنيين في السعودية تواصل ولاية المتحدة المفاوضات والمشاورات الدبلوماسية كما حلفائنا لن نتراجع عن ممارسة الضغط على الطرف الحوثي فنحن نعمل ما شركائنا في المنطقة بالإضافة للأمم المتحدة لممارسة الضغط على الحوثيين لإنهاء هذه الحرب واحد من استهداف المدنيين سواء كان في اليمن أو المملكة العربية السعودية كما أشارت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفث إلى أن تدخلات الإيرانية السلبية لا تفاقم الأزمة اليمنية فقط بل والعديد من الدول بالمنطقة أيضا لا يخفى على أحد أن التدخل الإيراني في المنطقة يفاقم الأزمات هناك سواء أمكان في اليمن أو غيرها من الدول فأولاية المتحدة تعرف أن هذا هي التدخل سلبي فنحن نعمل على الملف الإيراني والملف اليمني على حد سواء لكن يمكننا القيام بأدة أمور في وقت واحد والأمرين مختلفين لدينا مبعوذ خاص لتركيز على الملف الإيراني ولدينا سيد لندركين لتركيز على الملف اليمني في باريس اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني الزيارة تأتي طلبية لدعوة من قصر الإليزي كانت باريس والاتحاد الأوروبي أعلنوا ترحيبهم بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وأكدت فرنسا استعدادها لتقديم الدعم اللازم لإنجاح عمل الحكومة وفي مقدمته إجراء الانتخابات هذا ويصل إلى القاهرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بعد عودته من باريس لبحث مستجدات الوضع في ليبيا مصادر الحدث أكدت أن القاهرة ستعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا بعد انتهاء المشاورات مع الحكومة الليبية الجديدة خلال أسابيع كما سيتم مناقشة عدد من الملفات الأمنية العالقة مع مسؤولين باريسين أكدت المصادر للحدث أن مسؤولين أمنيين مصريين سوف يصل إلى ليبيا برفقة مسؤولين من جهات مختلفة لمناقشة عدد من الملفات مع القيادات الليبية أعلن البيت الأبيض انطلاق الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد في إبريل المقبل الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والعراقيين من المقرر أن تركز على تأكيد أن وجود قوات التحالف في العراق للتدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية حتى لا يعيد تنظيم داعش تجميع صفوفه كما يتضمن جدول الأعمال لأعمال المحادثات ملف وجود القوات الأمريكية في العراق وتصرفات الميليشيات خارج سلطة الدولة إضافة إلى الأزمة الاقتصادية في العراق قررت المفاوضية العليا للانتخابات في العراق إلغاء إجراء انتخابات الخارج لأسباب فنية وصحية أكثر من مليون صوت تقريبا استبعدت من المشاركة في الانتخابات المبكرة لأسباب فنية ولوجستية وأخرى تتعلق بكورونا بقرار من مفاوضية الانتخابات العراقية مفاوضية قررت عدم إجراء انتخابات الخارج وذلك لأسباب فنية ومالية ومعوقات فنية ومالية وقانونية والصحية أيضا أهمها أنه إكمال عملية التسجيل الناخبي ناخبي الخارج تحتاج إلى 160 يوم في الظروف المثالية بينما المتبقي هو 40 يوم فقط كما أعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة لهذه الدورة رغم الاعتراضات سياسيا وشعبيا حول عدم إجراء انتخابات الخارج إلا أن الاعتراضات والشكوك والاتهامات المتبادلة بالتزوير التي رافقت انتخابات الخارج خلال 2018 أدت إلى اتخاذ هذا القرار لتلافي ذلك من قبل القوى السياسية كما أكدت ذلك المتحدثة باسم ائتلاف النصر أحد أسباب اللغض كان هو تصويت الخارج لذلك أعتقد بأن هذا التصويت ممكن أن يقلل التزوير الذي حصل بانتخابات 2018 هذا جانب الجانب الآخر اليوم هناك بعض التداعيات التي تقول بأنه قد يتم حرمان طبقة من المواطنين في الخارج من الإدلاب بأصواتهم من أجل الاختيار نحن اليوم هناك بعض الدول الموجودة عدد الجانب بها قليل جدا فمن استطيع اليوم أن يكون هناك نوع من الاستثناء لدولة على دولة أخرى في أول رد فعل لهم على هذا القرار وصف عراقي المهجر أن ما جرى هو إلغاء لواحد من أهم حقوقهم في اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل وأكدوا أن من واجب الحكومة والمفوضية ضمان هذا الحق بدل إلغائه إلغاء اقتراع الخارجي ربما يفتح الباب على تعديلات جديدة تشمل قانون الانتخابات وتوقيت إجرائها يضاف إلى ذلك كله عدم اختيار أعضاء جدد للمحكمة الاتحادية التي ستصادق على نتائج هذه الانتخابات سامر كوبيسي الحدث بغداد عقب لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدة كشف السفير السعودي في بيرود وليد بخاري أنه أكد للرئيس عون وقوف السعودية الدائم وتضامنها مع الشعب اللبناني وتمسك الرياض بسيادة لبنان واستقلال ووحدة أراضيه وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين وأكدت لفخامته بأن المملكة لطالما أعلنت وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد بوجه كل الأزمات وبأن الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأن سيادة لبنان إنجاز تاريخي تحقق عبر نضالات الشعب اللبناني الشقيق ونحن نحترم هذه السيادة كما أتكدت لفخامته بأن الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وبشكل خاص على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء كما ندعو جميع الأفريقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحة للشروع الفوري بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان كما نؤكد دوما على أهمية مضامين قرارات مجلس الأمن 17-01-16-80-15-59 والقرارات العربية والدولية ذات الصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته أبدأ رؤساء حكومة لبنان السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام والرئيس المكلف سعد الحريري أبدأوا في بيان لهم عن أسفهم واستغرابهم من التصرفات والمواقف التي تخالف الدستور وتخرج عن الإطار المألوف وانتقد الرؤساء السابقون تجاوز الرئيس الجمهورية ميشيل عون لأحكام الدستور مؤكدين أن المقصود به إحراج الرئيس المكلف كما أشار الرؤساء السابقون إلى أن الدستور له نصوص عندما يتم الالتزام بها لا يظل من بعدها المسؤولون معبرين عن احترامهم للدستور وتمسكهم به نصا وروحا وبوثيقة الوفاق الوطني في الطائف وأشار الرؤساء إلى أن كل محاولة للذهاب المسألة إلى صعيد مذهبي وطائفي وإعادة إنتاج الصراع الطائفي مردود سلفا ولن ينجر إليها كما دع الرؤساء الرئيس الحريري الثبات على موقفه الوطني والدستوري الحازم لسيما ضرورة استعادة الدولة اللبنانية القادرة والعادلة لسلطتها الكاملة ولقرارها الحر لم يصدق اللبنانيون يوما أن الحالة ستصل بهم إلى هذا المستوى تهافت على السلع الغذائية المدعومة التي وبصعوبة تتحملها جيوبهم وإن فقدت تكون الصورة هكذا محلات شبه فارغة ومواد مكدسة على الرفوف تنتظر من يجازف ليشتريها بأسعارها التي تضاعفت بين فساد السلطة وجشع التجار يوضع أصحاب المحلات الغذائية وجهاً لوجه أمام شعب أنهكه الوضع الاقتصادي المأساوي بهالشهرين الماضين صار في كتير مشاكل نتجت عن عدم موجود كميات كافية بقلب السوبرماركت فصار في تهافت من قبل الناس عليها وحاولنا أن نعمل تقنين لحتى نتفايدة مشكلة شراء المواد المدعومة بكمية كبيرة بأصد المتجرة والتهريب كمان توجهنا مشاكل مع العالم أطاء المساعدات والمواد الغذائية المدعومة إلى المواطنين ليش بأن تتم عن طريق وزارة أشوال الاجتماعية مشاهد قاسية وحزينة تلك التي تعيشها مدن وقرى لبنان جراء ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والمتهم بالوقوف ورائها الطبقة السياسية الحاكمة غير المحتكمة حتى الآن إلى صوت الشارع الذي أغضبه الجوع لم يكن لدى اللبنانيين سوى أمل ضئيل بتشكيل حكومة تخلصهم مما يعيشونه ولكن حتى الأمل هذا تلاشى وسط الوضع السياسي الراهن الذي نسف أي محاولة إنقاذ وعليه فإن وضعهم المعيشي إلى المزيد من التدهور ناهج يوسف الحدث بيروت شارك جمال في قطع الطرق خلال الأسبوع الماضية احتجاجا على الغلاء المعيشي ليتفاجأ بأنه بات مهددا من قبل مناصر حزب الله بعد تهديد نصر الله بأنه سيأخذ الإجراءات اللازمة حال لم يتوقف قطع الطرق لا يختلف قطع الطريق هنا عن المشهد الذي لف خارطة لبنان خلال الأسبوع الماضية لكن طريق الجنوب أثار حفيظة أمين عام حزب الله خاصة بعد موقف الجيش اللبناني بعدم مواجهات الشارع بس أنا واحد من الناس اللي يعني وصلت لهون جمال يقطن على مسافة قريبة من طريق الجنوب الساحلي وهو واحد ممن شارك مرارا في قطعها ومع تهديد نصر الله شن مناصر حزب الله عليه حملة تهديد إلكترونية فوضعوه ضمن خانة قطاع الطرق مشاركين تفاصيل سكنه ورقم هاتفه فيه تركيز وفيه استهداف لهذه النقطة بالتحديد تحت شعار أنه نحن نقطع الطريق على أهل الجنوب أو نقطع الطريق على الشيعي أو نقطع الطريق على حزب الله هذا الحديث ما بيموت للحقيقة بسلة نحن لم نقطع الطريق إكرامة حديد ولا نقطع الطريق على حديد يعني لم نقطع إكرامة طايفة ضد طايفة أو إكرامة حزب ضد حزب لأن نحن من الأساس ضدنا كلنا اللافت في قطع الطرقات خلال الفترة الماضية كان مشاركة الشارع الشيعي الذي انتفض على الأوضاع المعيشية فبخلاف عناصر حزب الله الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار ترزح العائلات الشيعية تحت ثقل الأزمة 2008 مش بس قطعوا الطرق هني سكت المطار شو عملوا حطوا تليل من الرمل والبحث وسكروا طريق المطار شاك وهجوا مع بيروت يعني وقتها سكروا كل الطرقات فيه انقسام كبير بالشارع الشيعي فيه ضجة إنه هو عبيقب الدولار وجمعته والآخرين صارت القدرة الشرائية عندهم تحت السفر بالتالي كان عبيقلهم لا نحن ما عم نقبد الدولارات ألا اللي بيقبدوا معظمنا متطوعين حاول يخفف من وطقة هذا الانقسام بالشارع بس الناس بتعرف شو عم سير هذا حكي عبيحكي على الإعلام لجمهور القاص بس البيئة بتعرف شو عم سير هذا ويشكل قطع طرقات البقاء على الحدود مع سوريا تحديا لكوادر حزب الله الذين يسلكون هذه الطريق من وإلى لبنان يرى المنتفدون أن قطع الطرقات سيبقى الوسيلة الأبرز لإيصال الصوت ورغم تراجع وطيرته حاليا إلا أنه لا مفر من العودة إلى الشارع رغم كافة التهديدات غنوية تيم الحدث بيروت نترككم الآن مشاهدين مع المقابلة التي أجرت الحدث مع الوزير اللبناني السابق الدكتور أحمد فتفت فتفت إلى اللقاء وينضم إلينا من مدينة طرابلس شمال لبنان الوزير اللبناني السابق الدكتور أحمد فتفت معي الوزير أهلا بك على شاشة الحدث وفي مرنمج حدث اليوم السفير السعودي اليوم بعد لقاء من الرئيس اللبناني ميشيل عون شدد على الثوابت الثوابت ليس سعودية فقط وإنما الثوابت الدولية والعربية لها الحل سيادة لبنان والصقارة بالإضافة إلى تطبيق القرارات الدولية وضرورة الإسراء في تشكيل حكومة لبنانية إلى أي حد هذه التصريحات والمواقف مهمة ومطمئنة للبنان بالتأكيد أولا هذه الزيارة لها كان طابع مفاجئ بعض الشيء وعلم أن رئيس الجمهورية هو من طلب هذه الزيارة والغريب أنه في البيان الذي صدر عن الرئاسة اللبنانية جرى تجاهل كليا ما قاله سعادة السفير بموضوع القرارات الدولية وتحديدا القرار 15 سعة وخمسين إنما كلام سعادة السفير جد مطمئن إنه يطمئن كل اللبنانيين أن المملكة تقف إلى جانب الشعب اللبناني تقف إلى جانب السيادة اللبنانية تقف إلى جانب نزع السلاح غير الشرعي في لبنان والمحافظة على الدولة اللبنانية وعلى حدودها لأنه ذكر أيضا القرار 16-80 هي الحدود مع سوريا و17-01 هو بما يخص فلسطين المحتلة فبالتالي موقف السفير مطمئن جدا إنما تعاطي فخامة الرئيس للأسف لم يكن بنفس المستوى وإعلام رئاسة الجمهورية لم يكن بنفس المستوى عندما تجاهلوا قسم مما قاله سعادة السفير في البيان الذي صدر عن الرئاسة وهذا لا يطمئن بكل صراحة تعاطي فخامة الرئيس وفريقه لا يطمئن بتاتا بعكس الموقف السعودي الذي يطمئن جدا ومن التصريحات السعودية كذلك اليوم عبر السفير السعودي شدد على أهمية اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية وقال إنها ضامي بالتكيد يضامي لاستقرار البلاد هل ترى أن ثمة أطراف لبنانية وربما الرئيس اللبناني يحاول الالتفاف على اتفاق الطائف والحصول على الصلاحيات أكبر مقارنة برأسة الحكومة مثلا المهم ليس هنا المهم في طريقة تفكير ماذا يعني الطائف الطائف يعني في لبنان اتفاق ومساق وطني أن لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه وأنه عربي الهوية والانتماء هذا ما يعني الطائف وفي هذه النقطتين وفي كل اتفاق الطائف هناك طرفان في لبنان وقفاء على الدوام ضد اتفاق الطائف ميشيل عون منذ سنة 1989 عندما أقرأ اتفاق الطائف وحزب الله وهناك حلف الآن بين هذين الطرفين وهنا تكمن المشكلة الحقيقية أنه ليست موضوع صلاحيات هي موضوع كل ما احتواه اتفاق الطائف من عيش مشترك وعروبة لبنان ونهائيته هو الذي وضع على المحك وأن حزب الله الآن يسعى لأن يجعل من لبنان منصة سياسية وعسكرية إيرانية كما فعل في اليمن ويحاول أن يحول القضية اللبنانية إلى ورقة بيد السياسي الإيراني في مفاوضاته مع الأميركي والمؤسف جدا أن رئيس الجمهورية اللبنانية يسير في هذا المسار وإن كان بعض الأحيان كما فعل اليوم عندما طلب رؤية سفير السعودي والسفيرة الفرنسية يحاول أن يبعث برسائل مختلفة إنما الواقع للأسف واضح في ظل وجود هذا الرئيس في موقع الرئاسة للأسف لبنان يسير في مسار مخالف للعروبة مخالف للعيش المشترك مخالف لاتفاق الطائف وهو في محاولة للسعي لزجه في المحور الإيراني هذا مسار خطير جدا على مستقبل لبنان والمنطقة في هذه الحالة لا يبدو حزب الله مستعجلا للوصول إلى تشكيلة حكومية هل يمكن تفسير هذه المسألة فقط بانتظاره لأي مفاوضات نووية بين الأميركيين والإيرانيين أم أنه مرتاح مرتاح ماليا في مناطقه قادر على ضمان سكون شارعه كنا نعتقد ذلك في مرحلة معينة كنا نعتقد أنه مرتاح لوضع شارعه تبين أنه غير مرتاح وتحرك الشارع كما يسمى بيئته أو الشارع الشيعي في معارضة واضحة في مناطق عديدة في الجنوب وفي البقاع الشمالي وكلام سيد حسن نصر الله في خطابه الأخير الموجه إلى الشيعة وطريقة التعاطي مع الأمور المادية كان واضحا أنه يعاني من أزمة إنما أولوية حزب الله ليست لبنانية ولم تكن يوما لبنانية أصلا حزب الله ليس حزبا لبنانيا وهو حتى الآن لم يتقدم إلى الدولة اللبنانية بالطلب لاعتراف به لأنه هو حزب بالمعنى القانوني غير شرعي ولكنه حزب موجود على الأرض حزب الله يمثل السياسة الإيرانية يمثل فعلا بالنسبة لنا كلبنانيين احتلال إيراني فعلي على الأرض اللبنانية ويحاول أن يحتفظ بالورقة السياسية اللبنانية كما ذكرت ليتم التلاعب بها على طاولة المفاوضات بين الأمريكي والإيراني في الملف ليس فقط في الملف النووي ولكن أيضا في الملف الباليستي في الملف الخليجي في كل الملفات يعتبر الإيراني أنه يملك ورقة قوية جدا هي حزب الله في لبنان رغم الضعف والوهن الذي شعرنا به في المرحلة الأخيرة في شارعه وفي الوضع الاقتصادي لكنه مازال مستمرا في هذه السياسة ويمشيه فقامة الرئيس وحزبه التيار وطني الحر في هذا الموضوع وفي هذا الوضع المعقد اليوم استمعنا لهذه التصريحات السعودية عبر السفير السعودي في لبنان الجمع العربية كذلك دعت اللبنانيين إلى إنهاء حالة الانسيدات قبل ذلك مصر تذكر الدكتور أحمد أن مصر كانت بادرت بالحديث عن ضرورة اقتراب اللبنانيين أو لبنان من الدول العربية ومبادرة لدعم لبنان عبر غطاء عربي هل يمكن لدول العربية أن تدعم لبنان لم يكن الحكام اللبنانيون رغبون بالفعل في فك الارتباط مع إيران ودعم لبنان بداية بتشكيل حكومة كل صراحة هذا يبدو مستحيل إذ لم تشكل حكومة فعلا حكومة فاعلة تؤمن الإصلاحات الضرورية ليس فقط من ناحية الفساد والإصلاحات الاقتصادية ولكن أيضا من التوجه غير العربي في بعض المسارات في السياسة اللبنانية فبالتالي عندما نطلب من الدول العربية أن تقف إلى جانب لبنان يجب على الأقل على لبنان أن يعلن انتمائه العربي النهائي وليس انتمائه للمحور الإيراني كما يفعل حاليا عبر سيد حسن نصر الله وعبر السياسة الرسمية لفخامة الرئيس نحن ننتظر الكثير من العرب ولكن أنا أفهم العرب أنهم عاجزون فعلا عن مساعدتنا أن لم نساعد أنفسنا وإن لم تكن هناك كوة سياسية فعلية في الداخل اللبناني تعيد لبنان إلى موقعه العربي تعيد انفتاحه على العالم العربي نحن نعيش اقتصاديا بنسبة أكثر من 70% على الدعم العربي والوجود العربي والسياحة العربية والطبابة في مستشفياتنا والدراسة في جامعاتنا والتوظيفات المالية العربية كل هذا فقدنا نتيجة هذه السياسة الغبية هل تملك الدول العربية؟ نعم هل تملك الدول العربية أي نقاط ضغط؟ هناك سياسة غبية من بعض المسؤولين وهناك سياسة زكية نعم هناك سياسة زكية من حزب الله يريد أن يجرن إلى المحور الإيراني نعم وفي هذه الحالة الدول العربية تملك أي خطة أي نقاط ضغط لتبعد اللبنانيين وتبعد لبنان عن هذا المحور؟ أنا لبناني وأؤمن أن الضغط يجب أن يأتي من الداخل يجب أن يكون الشعب اللبناني مستعد لتولي مسؤولياته بنفسه نحن فقدنا الكثير بسبب هذه السياسة الرعناء التي نعيشها منذ على الأقل منذ سنتين في انتماء كامل إلى المحور الإيراني فبالتالي الدول العربية تستطيع أن تفعل شيئا إذا كان هناك من مطلق أي إذا كان هناك تجاوب على الساحة السياسية والساحة الشعبية اللبنانية الدول العربية لا تملك حل سحري في لبنان إذا أصر قصم من اللبنانيين على أن يسيروا في مسار خاطئ سيأخذون لبنان إلى نهايته نحن فقدنا 90% من قدرتنا الاقتصادية خلال السنة الماضية فبالتالي نحن أمام مشاكل اقتصادية وربما قريبا أمنية كبيرة جدا توجب أن نتولى نحن المسؤولية بالدرجة الأولى قبل أن ندعو العرب لذا العرب النية واضحة جدا كل العرب مصر لديها النية بشكل واضح الخليج لديها النية لمساعدة لبنان ولكن إذا لم نكن نحن على قدر المسؤولية يجب أن ننتظر الكثير من الآخرين المسؤولية مسؤوليتنا بالدرجة الأولى مسؤولية السياسيين اللبنانيين مسؤولية الشعب اللبناني بالدرجة الأولى ومن ثم تأتي مسؤولية الآخرين العرب لدعم هذا التوجه نعم من مدينة طرابلس شمال لبنان كنت معنا الوزير اللبناني السابق الدكتور أحمد فتفت شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر على عراق الحالي لا يحتمل إلا أن يكون في حالة الحياة الإيجابية طرح حضرتك مو رئيس وزراء منتخذ من قبل الجماهير مع مطلب الجماهير أن حكومة كية حكومة مؤقتة لا تختلق مواضيع وإذا صارت مواضيع لا تدخل بيها كيف يسمح لمجموعات حقيقة تحمل السلاح وتدخل إلى مؤسسات الدولة هذا هو الواقع الآن الميليشيات تحدد مسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة هناك سريقة أموال الشعب القتل الضائفية التبعية لدولة إجنبية وكانت العملية الأمنية في بغداد أصفرت عن ضبط منصة من 23 صاروخ كاتيوشا كانت مهيئة لإطلاقها على المنطقة الخضراء نحن على طريق بناء بلدنا وأمامنا مستقبل يجب أن نبني لأطفالنا لحظات تحدث الفارق في حياة الملايين بين الإخفاقات والنجاحات تقدمات مستمرة ننتقل الآن لمتابعة هذه الصور الأولى الانتصارات والخسائر وردنا الآن هذا الخبر العاجل سرعة الرصد دائما ما تحدث كل الفرق كل هذا يسلك في لحظة ننتقل إلى الخبر العاجل على شاشة الحدث الأخبار من الحدث السعودية تؤكد أن مبادرتها للسلام في اليمن تأتي حرصاً على استقراره وأمن شعبه وتجدد رفضها للتدخلات الإيرانية في المنطقة سكان صنعاء وعدن وتعز يرحبون بالمبادرة السعودية ويدعون الأمم المتحدة لإلزام ميليشيا الحوثي بالقبول بها في تصريحات للحدث الخارجية الأمريكية تؤكد مواصلة الضغط على الحوثي وتحذر من تفاقم الصراع بسبب التدخلات الإيرانية بحسب نيويورك تايمز مطلق النار في كولورادو مهاجر سوري كان على ردار FBI في السابق أهلاً بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث قال مجلس الوزراء السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمنه واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه المجلس شدد على رفضه التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة كما أكد مجلس الوزراء السعودي على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها من الهجمات الحوثية الممنهجة المجلس جدد تأكيد على أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما أمن واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالميين رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيريش بالمبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل يتماشى مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتين جريفث ومبادرة الأمم المتحدة من أجل تأمين وقف إطلاق النار على المستوى الوطني وإعادة فتح مطار صنعاء أمام المدنيين والملاحة الجوية والسماح بدخول مزيد من الوقود والسلع إلى ميناء الحديدة إضافة للسئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع في اليمن بدوره طالب جتيريش اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما في المبادرة بحسنية دون شروط مسبقة مشددا على أن احتياجات الشعب اليمني يجب أن تكون فوق أي اعتبارات أخرى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة من صنعاء إلى تعز والحديدة وعدن عبر اليمنيون عن تفاؤلهم بالمبادرة التي أطلقتها السعودية لوقف إطلاق النار وأبدئ محادثات السلام لإنهاء الحرب في اليمن إلا أنهم طالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي للاستجابة للمبادرة السعودية فأعتقد هذه بشرة خيرة إن شاء الله معاقد مجهر رمضان نتمنى أن تتوقف في أسرع وقت الممكن فأملنا الوحيد أن يكون هناك في طاولة حوار بين جميع الأطراف السياسية بين التحالف وتكون في مصداقية من جميع الأطراف السياسية من أطراف المعنية بهذا الحرب فهذا خبر سائر جدا 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 رسالتنا ورسالتي بالتحديد رسالة كل يمني في هذا الشارع أن تنتهي هذه الحارف أن ينتهي هذا الألم أن تنتهي هذه الدماء التي تراق على أرضي نحلم بالسلام نحلم بالأمن إلى كل العالم أن تعووا أن تسمعوا رجالتنا استقبل الشارع اليمني المبادرة السعودية بنوع من التوقف والأمل في نفس الوقت التوقف نتيجة أن الميليشيات الحوثية هذه ترفض أي مبادرة للسلام وإحلال السلام هي مبادرة فيها الحكمة وفيها مخرج لكل اليمنية وعلى اليمنيين شعبيا وقماهريا تأييد هذه المبادرة وعلى المجرس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة حماية هذه المبادرة والأخذ بهذه المبادرة كملجأ ومخرجا لليمنيين من هذه الحرب المضلومة نحن على يقين وعلى قناعة تامة أن الأمر والقرارات من حيث الموافقة على أي مبادرة سواء كانت من دول التحالف أو من دول الأوروبية وغيرها القرار لا تملكه الجماعة الحوثية ولا بيدها أن تصدر أي موافقة أو رفض كل ذلك يأتي عبر طهران هي طوق نقاح لإخراج اليمنيين من مرحلة الاحتراب المستمر نحن نعرف طبيعة هذه الجماعة جماعة الحوثية بأن مسبقا كنا نعرف أنها ستعلن الرف لأنها لا تبحث إلا عن حروب لا يوجد في اعتقادي لا يوجد يمني يرفض هذه المبادرة كل الشعب اليمني يريد السلام ما يعانيها اليمنيون هو أن هذه الجماعة التي تحارب وانقلبت على التوافقات اليمنية ليس في رأسها أو في تفكيرها السلام المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفث أكدت للحدث أن بلادها ستواصل مفاوضاتها مع الحلفاء حول الوضع في اليمن أشارت إلى أن واشنطن لن تتراجع عن الضغط على الحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن والسهداف المدنيين في السعودية تواصل ولاية المتحدة المفاوضات والمشاورات الدبلوماسية مع حلفائنا لن نتراجع عن ممارسة الضغط على الطرف الحوثي فنحن نعمل مع شركائنا في المنطقة بالإضافة للأمم المتحدة لممارسة الضغط على الحوثيين لإنهاء هذه الحرب واحد من استحداث المدنيين سواء كان في اليمن أو المملكة العربية السعودية قال تقرير أو كما أشرت المتحدث الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين ريفث أن التدخلات الإيرانية السلبية لا تفاقم الأزمة اليمنية فقط بل والعديد من الدول في المنطقة أيضا لا يخفى على أحد أنه التدخل الإيراني في المنطقة يفاقم الأزمات هناك سواء أمكان في اليمن أو غيرها من الدول فأولاية متحدة أولاية متحدة تعرف أنه هذا هي التدخل سلبي فنحن نعمل على الملف الإيراني والملف اليمني على حد سواء لكن يمكننا القيام بأدة تمور في وقت واحد والأمرين مختلفين لدينا مبؤوذ خاص لتركيز على الملف الإيراني ولدينا سيد لندر لتركيز على الملف اليمني الله أكبر عليك كبير من وسط النازحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير من وسط النازحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المهاجر السوري أحمد العيسى مطلق النار داخل محلة بقالة بولاية كولورادو كان معروفا سابقا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي التقرير أوضح أن سبب معرفة مكتب التحقيقات الفيدرالي بالعيسى هو أنه كان على صلة بشخص آخر يخضع للتحقيق من قبل المكتب كما أضاف تقرير نيويورك تايمز أن العيسى اشترى مسدسا نصف أوتوماتيكي قبل نحو أسبوع من هجومه على محل البقالة بكولورادو وأشار التقرير إلى أنه لم يؤكد بعد ما إذا كان هو ذات السلاح الذي استخدمه العيسى بالهجوم أم لا علن البيت الأبيض انطلاق الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد في إبريل المقبل الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين والعراقيين من المقرر أن تركز على تأكيد أن وجود قوات التحالف العراق للتدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية حتى لا يعيد تنظيم داعش تجميع صفوفه كما يتضمن جدول الأعمال المحادثات وملف وجود القوات الأمريكية في العراق وتصرفات الميليشيات خارج سلطة الدولة إضافة إلى الأزمة الاقتصادية في العراق قرارت المفوضية العوية للانتخابات في العراق إلغاء إجراء الانتخابات الخارج لأسباب فنية وصحية أكثر من مليون صوت تقريبا استبعدت من المشاركة في الانتخابات المبكرة لأسباب فنية ولوجستية وأخرى تتعلق بكورونا بقرار من مفوضية الانتخابات العراقية مفوضية قررت عدم إجراء انتخابات الخارج وذلك لأسباب فنية ومالية ومعوقات فنية ومالية وقانونية والصحية أيضا أهمها أنه إكمال عملية التسجيل الناخبي ناخبي الخارج تحتاج إلى 160 يوم في الظروف المثالية بينما المتبقي هو 40 يوم فقط كما اعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة لهذه الدورة رغم الاعتراضات سياسيا وشعبيا حول عدم إجراء انتخابات الخارج إلا أن الاعتراضات والشكوك والاتهامات المتبادلة بالتزوير التي رافقت انتخابات الخارج خلال 2018 أدت إلى اتخاذ هذا القرار لتلافي ذلك من قبل القوى السياسية كما أكدت ذلك المتحدثة باسم ائتلاف النصر أحد أسباب اللغض كان هو تصويت الخارج لذلك أعتقد بأن هذا التصويت ممكن أن يقلل التزوير الذي حصل بانتخابات 2018 هذا جانب الجانب الآخر اليوم هناك بعض التداعيات التي تقول بأنه قد يتم حرمان طبقة من المواطنين في الخارج من الإدلاب بأصواتهم من أجل الاختيار نحن اليوم هناك بعض الدول الموجودة عدد الجانبية قليلة جدا فمن استطيع اليوم أن يكون هناك نوع من الاستثناء لدولة على دولة أخرى في أول رد فعل لهم على هذا القرار وصف عراقي المهجر أن ما جرى هو إلغاء لواحد من أهم حقوقهم في اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل وأكدوا أن من واجب الحكومة والمفوضية ضمان هذا الحق بدل إلغائه إلغاء اقتراع الخارجي ربما يفتح الباب على تعديلات جديدة تشمل قانون الانتخابات وتوقيت إجرائها يضاف إلى ذلك كله عدم اختيار أعضاء جدد للمحكمة الاتحادية التي ستصادق على نتائج هذه الانتخابات سامر كوبيسي أهل الحدث بغداد تماظي النشر مشاهدينا إلى اللقاء اشتركوا في القناة